الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا شباب ما زلنا نشرح معا وسويا الأحكام المتعلقة بالجنازة وكنا سابقا تعلمنا حكم تغسيل الميت وعلمنا أن حكم تغسيل الميت فرض كفاية وعلمنا ما معنى فرض كفاية نعم أسمعك الآن تقول فتح الله عليك يا بني فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن تركه الجميع آثمة الجميع كما علمنا أن تغسيل الميت والصلاة عليه وتكفينه ودفنه كل ذلك فرض كفاية تعلمنا أيضا من يقدم في تغسيل الميت سواء أكان ذكرا أم أنثى واليوم إن شاء الله يا شباب نواصل بقية أحكام الجنازة فهيا بنا يا شباب نتعلم هذه الأحكام تابع أحكام الجنازة والآن يا شباب نواصل لكم أحكاما مهمة جدا متعلقة بكيفية تغسيل الميت وما يندب في تغسيل الميت فاسمع يا بني هذه الأحكام لأنها تنفعك في الدنيا وتنفعك أيضا في امتحان آخر العام نقول يندب تجريد الميت من ثيابه يعني أول شيء نقوم بفعله عند تغسيل الميت هو أن نجرد هذا الميت من ثيابه ووضعه يعني وضع هذا الميت على مرتفع يعني على مكان مرتفع عند الغسل لمه يا ترى لأنه أمكن لغاسله يعني أسهل لغاسله هذا ويجب على الغاسل سطر عورته أي سطر عورة الميت طيب ما حد هذه العورة نقول من سرته لركبتيه الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى يعني الموسل الذكر مع الميت الذكر وهكذا الأنثى مع الأنثى كما يندب سطر العورة لأحد الزوجين يوسل صاحبه يعني يندب ويستحب في حق الزوجين إن غسل زوجه سطر عورته كما يندب يا شباب عصر بطنه يعني عصر بطن هذا الميت حاله الغسل ولكن برفق ولين لا بشدة طيب لما ندب عصر بطن الميت نقول لإخراج ما في بطنه من النجاسة ثم يندب توضئته يعني وضوءه بعد إزالة ما عليه من نجاسة أو وسخ بالسدر أو الصابون فإذا أزاله شرعا في وضوء الميت كالجنابة فيغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا يعني ثلاث مرات ويمضمضه ويمضمضه كيف يمضمض الميت نقول بأن يضع الماء في فمه ولكن عند إمالة رأسه هذا ويندب أيضا يا شباب تعهد أسنان الميت وتعهد أنفي الميت عند الاستنشاق بعد المضمضة بخرقة نظيفة كمنديل ونحو ذلك ثم يجعله يعني يجعل المغسل الميت على شقه الأيصر لما ليغسل شقه الأيمن ثم يديره يعني يدير المغسل الميت على الأيمن يعني على شقه الأيمن فيغسل الأيصر وذلك بعد تثليف رأسه كل ذلك بالماء المطلق يعني كل ذلك يكون بالماء المطلق والماء المطلق كما علمناه سابقا هو ما سمي ماء بلا قيد كما نفعل تماما في غسل الجنابة ثم يجعل الكافور في ماء فيغسله به للتبريد هذا ويندب إيتاره يعني يندب أن يكون الغسل وطرا ثلاثا أو خمسا لسبع يعني لسبع مرات هذا ولا يعاد الغسل لخروج نجاسة بعده يعني قد يقال لك ما حكم الغسل إن خرجت من الميت نجاسة بعد تمامه نقول لا يعاد هذا الغسل مرة ثانية هذا ولكن علينا أن نغسل النجاسة وحسب متى إن خرجت بعد الوضوء أو بعد الغسل هذا شباب ويندب تنشيف الميت بخرقة طاهرة قبل إدراجه يعني قبل إدخاله في الكفن ويندب عدم تأخير إدراجه في الكفن عن الغسل لما هي تره نقول لما في الإسراع من الاهتمام بأمره هذه واحدة والثانية لألا تخرج نجاسة منه فنحتاج إلى إزالتها مرة أخرى ومن المندوبات يا شباب أيضا نقول يندب بياط الكفن كأن يكون من كتان أو قطن وهو أولى يعني القطن أولى من الكتان ويندب تجميره يعني يندب تجمير الكفن ما معنى تجميره يعني تبخيره بالعود ونحو ذلك ويندب وطره يعني يندب أن يكون الكفن وطرا فالثلاثة أفضل من الاثنين ومن الأربعة وهكذا هذا ويندب اغتسال الغاسل للميت متى بعد فراغه من تغسيله بعد أن تعلمنا يا شباب كيفية تغسيل الميت وما يندب في تغسيله نتعلم الآن كيفية الصلاة على الميت فهيا بنا أبنائي وبناتي نتعلم هذه الأحكام صلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام قد يأتي سؤال يا شباب يقول لك ما حكم صلاة الجنازة وما أركانها وما يندب فيها وما أحسن الدعاء الذي يقال فيها ومن الأولى بالصلاة على الميت وما كيفية تشييع الجنازة وما من دبات كل من الدفن والعزاء نجيب على ذلك يا شباب ونقول أولا حكم صلاة الجنازة نقول فرض كفاية كما تعلمنا سابقا فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عنه عن الباقين أركان صلاة الجنازة نقول أول رقن لها النية كيف تتحقق النية يا شباب نقول وذلك بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو على من حضر من أموات المسلمين إذن كيفية تحقق النية أن ينوي ويقصد المصلي الصلاة على هذا الميت وإن لم يعلمه ينوي الصلاة على من حضر من أموات المسلمين وليس بشرط معرفة كون الميت ذكرا أو إيه أو أنثاء الركن الثاني يا شباب يكون بأربع تكبيرات كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة الدعاء له يعني للميت بينهن يعني بين هذه التكبيرات والدعاء يكون يا شباب بما تيسر ولو اللهم اغفر له يعني ولو اقتصر على قوله اللهم اغفر له ودعاء بعد التكبيرة الرابعة متى ان احب ذلك وإلا فلا شيء عليه تسليمة واحدة يجهر بها الامام بقدر التسميع يعني بقدر ما يسمع من خلفه هذا ونضب لغير الامام اسرارها وقيام لها لقادر على القيام لا لعاجز عنه والآن يا شباب نبين لكم ما يندب في صلاة الجنازة نقول يندب رفع اليدين حذو المنكبين بالأولى يعني عند التكبيرة الأولى وحسب يندب ابتداء الدعاء بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أيضا يا شباب من الأمور التي تندب حال الصلاة نقول يندب وقوف الإمام وسط الميت الذكر إذن لو كان الميت ذكرا يندب للإمام أن يقف وسطه ويندب الإمام أن يقف حذو بن كبي الأنثى جاعلا رأس الميت عن يمين الإمام إلا في الروضة الشريفة فتجعل رأسه على يسار الإمام تجاه رأس من تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم والآن شباب نبين لكم أحسن الدعاء الذي يقال فيها نقول أحسن الدعاء ما روي عن أبي هريرة وهو اللهم إنه عبدك يعني هذا الميت إن كان رجلا أو ذكرا نقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزده إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فإن كانت امرأة يعني إن كان الميت هذا امرأة قال اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك كانت تشهد ويتماد كما قلنا سابقا والآن يا شباب نبين لكم الأولى بالصلاة على الميت يعني من يقدم للصلاة على الميت نقول وصي رجي خيره يعني أول من يقدم للصلاة على الميت وصي الميت وصي رجي خيره وقد أوصى الميت بأن يصلي عليه يعني أوصى الميت قبل موته أو حال موته أن فلان هو الذي يصلي عليه فيقدم هذا الذي أوصى به الميت ثم الأقرب فالأقرب من عصبته يعني من عصبة هذا الميت فيقدم ابن فابنه فأب فجد فعم فابنه وهكذا وقدم الشقيق على غيره وأفضلهم عند التساوي والآن نبين حكم صلاة النساء نقول هذا وصلت النساء عند عدم الرجال دفعة أي فيآن واحد أفذاذا إذ لا تصح إمامة النساء يعني كيف تصل النساء على صلاة الجنازة نقول صلت النساء عند فقد أو عدم الرجال دفعة واحدة فيآن واحد أفذاذا لأنه لا تصح الإمامة للنساء والآن يا شباب نبين لكم كيفية تشييع الجنازة كيف نشيع الجنازة يا ترى نقول يندب في خلال التشييع المشياء كما يندب تقدم المشيعين عليها يعني على الجنازة إذن يندب المشي يعني لا يندب الركوب حال تشييع الجنازة ويندب أن يكون المشيعين أمام الجنازة كما يندب الإصراع في المشي ولكن بوقار وسكينة لا بهرولة إذن الإصراع في المشي مندوب ولكن لابد أن يكون محكوما بالوقار والسكينة ويندب تأخر راكب عنها يعني إن كان المشي راكبا سيارة أو دابة فيندب في حقه التأخر عن المشي خلف الجنازة وكذا تأخر امرأة وإن ماشية وتأخرها أيضا عن الرجال كما يندب يا شباب سطر المرأة الميتة بقبة من قماش أو غيره يجعل على النعش يعني فوق النعش ويلقى عليه ثوب أو رداء لما هي ترى نقول لمزيد الستر عليها يعني كل ذلك ندب حتى نزيد في سطر المرأة والآن يا شباب نبين لكم مندوبات الدفن مندوبات الدفن نقول يندب اللحد يندب اللحد ما معنى اللحد نقول هو أن يحفر أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت وهذا يكون في الأرض الصلبة يعني الأرض المتماسكة التي لا تنهان إذن يندب اللحد في أي أرض في الأرض الصلبة المتماسكة التي لا تنهان وإن لا تكن الأرض صلبة يعني ما الحكم إن لم تكن الأرض صلبة هل يندب اللحد كلا كلا نقول فالشقو كيف يكون بأن يحفر وسط القبر بقدر الميت ويسد باللبن يعني بالطوب الأخضر النيئي ويندب وضعه يعني وضع الميت على شقه الأيمن مقبلا يعني جهة وجهه للقبلة يعني أن نجعل وجه الميت جهة القبلة ويندب أن يقول واضعه في قبره بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول ويندب سده يعني اللحد أو الشق بلبن وهو الطوب النيئي ويندب رفعه يعني رفع القبر برمل وحجارة بمقدار شبر ونحوه حتى يعلم بأنه قبر مندبات العزاء والآن يا شباب أبدا وينكم مندبات العزاء نقول يندب للناس تعزية أهله يعني أهل هذا الميت وحملهم على الصبر وهكذا كما يندب للجار يعني لجار أهل الميت ونحوه تهيئة طعام لأهل الميت إلا أن يجتمعوا على محرم يعني إن اجتمعوا على شيء محرم كالنب واللطم والنياحة فلا يجوز شيء من ذلك إطلاقا هذا ويندب لأهله التصبر ما معنى التصبر يا شباب يعني إظهار الصبر والتسليم لقضاء الله لقضاء الله مالك الملك العليم الخبير والآن يا شباب لكم قضية مهمة ألا وهي حكم البكاء والنياحة على الميت ما حكم البكاء والنياحة على الميت يا ترى نقول وحرم نياحة على الميت من نساء أو رجال إذن النياحة والنياحة هي الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل كقوله ومصيبتاه وهكذا نقول النياحة هذه محرمة حرم نياحة على الميت من نساء أو رجال ومن باب أولى حرم لطم على وجهه يعني يلطم وجهه أو يضرب على صدره أو يشق جيبه كما يحرم القول القبيح نحوه ومصيبتاه وولداه ونحو ذلك إذن كل هذه الأمور يا شباب محرمة فعلها لأهل الميت نياحة لطم شق جيب ونحو ذلك كما يحرم يا شباب حلق لشعر رأس يعني يحرم على أهل الميت حلق شعر رؤوسهم لما هي يا ترى نقول لما في ذلك من إظهار عدم الرضا بالقضاء والصبر لحكم الله المالك لكل شيء والآن يا شباب نبين لكم مسائل مهمة لابد وأن نتعلمها جيدا الأولى لا يعذب الميت ببكاء عليه يعني الميت لا يعذب إن بكى أهله عليه ولكن متى إذا لم يوصي الميت به وإلا عذب لما لأنه أوصى بحرام والبكاء هنا يا شباب ليس معناه البكاء الطبيعي فالبكاء الطبيعي هو رحمة من ربنا العلي إنما المراد بالبكاء هنا النياحة وشق الجيب ولطم الخد وما إليها من أمور تدل على عدم الرضا بقضاء الله عز وجل هذه الأمور كلها لا يعذب بها الميت إلا إذا أوصى بها قبل موته فإنه يعذب بها لما لأنه أوصى بحرام الثانية المسألة الثانية وهي مسألة مهمة يا شباب ينبغي عليكم أن تعلموها لجميع الناس وهي الميت ينفعه صدقة عليه يعني أي فعل خير وبر يفعله الحي ويهب أجره للميت يصل إليه إن شاء الله عز وجل نقول الميت ينفعه صدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار ودعاء ونحوه من سائر أعمال البر يعني كل عمل بر وخير إن فعله الحي ووهب أجره للميت سيصل بفضل الله عز وجل إلى الميت المسألة الثالثة يا شباب نقول فيها جازه جمع أموات بقبر واحد لم للضرورة نقول ما حكم جمع الأموات في قبر واحد نقول هذا أمر جائز للضرورة طيب ما هي الضرورة نقول كضيق مكان أو تعذر حافر ولو ذكورا وإناثا أجانب إذ الضرورات ما لها تبيح المحظورات الرابعة المسألة الرابعة يا شباب القبر حبس على الميت يحرم نبشه ما دام الميت فيه إذن القبر ما حكم نبش هذا القبر على إطلاقه حرام لمه لأنه حبس على الميت فيحرم نبشه إلا لضرورة شرعية فضيق المسجد الجامعي ونحو ذلك طيب ما هو أقل القبر يا ترى نقول وأقله أي القبر ما منع رائحة الميت يعني ما منعها من الخروج وحماه من السباع إذن أقل ما يكون به القبر هو المكان الذي يمنع رائحة الميت من الانتشار ويحمي بدناء الميت من السباع أما عن أكثره فلا حد لأكثره تعلمنا يا شباب الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة فعلمنا أركان صلاة الجنازة وعلمنا ما يندب في صلاة الجنازة وعلمنا أفضل الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة وعلمنا كيفية دفن الميت نفعنا الله جميعا بما تعلمنا يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر